أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة بيان ملحم من مديرية التربية والتعليم جنين درسنا اليوم بعنوان جسم الفعل المضارع للصف الثامن الأساسي يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس تحقيق الأهداف الآتية التعرف إلى حالات جسم الفعل المضارع التعرف إلى أحرف الجزم التعرف إلى علامات جسم الفعل المضارع إعراب الأفعال المضارعة المجزومة لنقرأ أعزائي الطلبة الجمل الآتية ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها يحصد المزارع المحاصيل بعد نضجها ينزل المطر بغزارة تمارس زينب تمارين رياضية يتحدث المذيع عن نضال الفلسطينيين أعزائي الطلبة، ما نوع الكلمات الملونة؟ أحسنتم، أفعال مضارعة ما موقعها الإعرابي؟ ممتاز، الرفع، وهي أفعال مضارعة مرفوعة ما علامة رفعها؟ أحسنتم، الضمة والآن أعزائي الطلبة لنقرأ مجموعة الجمل هذه، ثم نلاحظ التغيير الذي طرأ عليها لم يحصد فارس المحاصيل اقترب الشتاء ولما ينزل مطر لتمارس تمارين الرياضة يا زياد لا تتحدث فيما لا تعرف ما حركة أواخر الأفعال الملونة؟ أحسنتم، السكون ما الموقع الإعرابي للأفعال؟ الجزم، فالسكون علامة جزم بما سبقت الأفعال الملونة؟ سبقت الأفعال بلم، لما، لام الأمر، ولا الناهية إذن ماذا نستنتج عزائي الطلبة؟ نستنتج أن الأفعال المضارعة تجزم إذا سبقت بأحد أحرف الجزم أحرف الجزم هي لم، لما، لا الناهية، ولام الأمر إذن ماذا نستنتج من ذلك عزائي الطلبة؟ أولا، يجزم الفعل المضارع إذا سبق بحرف من أحرف الجزم أحرف الجزم هي لم، حرف نفي وجزم وقلب نحو لم يتأخر محمد عن مساعدة المحتاجين لما، حرف نفي وجزم وقلب نحو انسحب جيش العدو ولما يحقق أهدافه لام الأمر حرف أمر وجزم نحو قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته لا الناهية حرف نهي وجزم نحو لا تصدق كل ما تسمع تعرفت عزيزي الطالب إلى أنواع الفعل المضارع وعلى تعريف الأفعال الخمسة فلنتذكر مع عزيزي الطالب أنواع الفعل المضارع ينقسم الفعل المضارع إلى ثلاثة أقسام أولاً، فعل مضارع صحيح الآخر مثل يكتبوا ثانياً، فعل مضارع معتل الآخر مثل يدعو، يرمي، يسعى ثالثاً، أفعال خمسة مثل يكتبون الأفعال الخمسة هي الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع ان اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة واو الجماعة مثل يفعلون وتفعلون ألف الاثنين يفعلان تفعلان وياء المخاطبة تفعلين سميت أفعالاً خمسة لأن لها خمسة صيغ لننتقل أعزائي الطلبة إلى التعرف إلى علامات جزم الفعل المضارع لنقرأ عزيز الطالب أمثلة المجموعة الأولى يكتب أحمد درسه لم يكتب أحمد درسه ترسم سعاد لوحة لم ترسم سعاد لوحة ما نوع الفعل المضارع أعزائي الطلبة؟ أحسنتم، فعل مضارع صحيح الآخر ما علامة جزمه؟ ممتاز السكون ماذا نستنتج من ذلك أعزائي الطلبة؟ علامة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر هي السكون لننتقل إلى أمثلة المجموعة الثانية للتعرف إلى العلامة الثانية من علامات جزم الفعل المضارع يدعو المؤمن ربه لم يدعو المؤمن غير ربه يرمي اللاعب الكرة لم يرمي اللاعب الكرة ينسى الكسول واجبه لم ينسى المجد واجبه ما نوع الفعل المضارع؟ فعل مضارع معتل الآخر ما علامة جزمه؟ أحسنتم، حذف حرف العلة ماذا نستنتج أعزائي الطلبة؟ ممتاز، نستنتج أن علامة جزم الفعل المضارع معتل الآخر هي حذف حرف العلة تبقى لنا أعزائي الطلبة آخر علامة من علامات جزم الفعل المضارع فلنقرأ الأمثلة الآتية ما نوع الفعل المضارع عزائي الطلبة؟ أحسنتم، هو من الأفعال الخمسة ما علامة جزمه؟ حذف حرف النون ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج أن علامة جزم الأفعال الخمسة هي حذف حرف النون والآن عزائي الطلبة بعد التعرف على علامات جزم الفعل المضارع لنقم معا بحل التدريب الآتي الجملة علامة الجزم والسبب ولا تمشي في الأرض مرحا علامة جزمه حذف حرف العلة والسبب لأن الفعل معتل الآخر ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ علامة الجزم السكون وسبب ذلك لأن الفعل صحيح الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله علامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فمن شهد منكم الشهر فليصمه علامة الجزم السكون لأن الفعل صحيح الآخر فليدعو نادية علامة الجزم حذف حرف العلة لأن الفعل معتل الآخر أعزاء الطلبة هناك بعض الملاحظات التي يجدر بك التعرف إليها انظر عزيز الطالب لا تخمن الواجب يا أحمد فليطعي الإبن أباه ما علامة جزم الفعلين المضارعين؟ بالعودة إلى القاعدة فإن علامة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر هي السكون ولكن عندما يأتي بعد الفعل المضارع المجزوم بالسكون ساكن مثل الاسم المعرف بأل التعريف فإن الفعل يحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين وعندها يكون الفعل المضارع مجزوما وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر منعا لالتقاء الساكنين نلاحظ أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ما علامة جزم الفعلين المضارعين؟ بالعودة إلى القاعدة فإن علامة جزم الفعل المضارع صحيح الآخر هي السكون ولكن عندما يكون وسطه حرف علة فإن حرف العلة يحذف لالتقاء الساكنين وعندها يكون الفعل المضارع مجزوما وعلامة جزمه السكون وحذف حرف العلة منعا لالتقاء الساكنين نلاحظ أيضا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول المؤمن لا يقول إلا الصدق لما جاء الفعلان المضارعان مرفوعين؟ أحسنتم بالعودة إلى القاعدة فإن من أحرف الجزم لا ناهية ولكن لا هنا غير ناهية وإنما نافية فالفعل المضارع بعدها يبقى مرفوعا لنقوم أعزاء الطلبة بحل تدريب الآتي نضبط أواخر الأفعال بالشكل مع السبب الجملة الضبط الصحيح والسبب لا تهمل الواجب الضبط الصحيح أحسنتم تهمل بالكسرة وسبب ذلك منعا لالتقاء الساكنين لم يكم أحمد من مكانه أصل الفعل يقوم حذف حرف الواو منعا لالتقاء الساكنين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين يلدغ لأن لا غير ناهية لا تتردد في اتخاذ القرار تتردد لأن الفعل صحيح الآخر والآن عزاء الطلبة لنتعرف إلى الفوائد الآتية لا الناهية تتضمن معنى الطلب وتجزم الفعل المضارع نحو لا تنهى عن خلق وتأتي مثله لا النافية تتضمن معنى النفي ولا تؤثر في حالة الفعل المضارع الإعرابية نحو لا أحب الظلم والآن عزاء الطلبة لنناقش النماذج الإعرابية الآتية أولا لا تصاحب إم معه لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب تصاحب فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستر تقديره أنت ثانيا لم ننس واجباتنا لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب ننس فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستر تقديره نحن ثالثا لا تتنازلي عن حقك لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب تتنازلي فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والآن عزاء الطلبة لننتقل لحل تدريبات الواردة في الكتاب التدريب الأول نستخرج الفعل المضارع المجزوم فيما يأتي ونبين علامة جزمه قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوكك ولا تبسطها كل البست تجعل وتبسط علامة جزمها السكون لم يصمد جيش العدو أمام ضربات الفدائيين الفعل المضارع المجزوم يصمد وعلامة جزمه السكون أعاد الفدائيون للعرب كرامتهم ولما يمض وقت طويل على حرب حزيران الفعل المضارع المجزوم يمض وعلامة جزمه حذف حرف العلة لا تنسى ذكر الله الفعل المضارع المجزوم تنسى وعلامة جزمه حذف حرف العلة لا تصاحب إلا كل ذي مرؤة الفعل المضارع المجزوم تصاحب وعلامة جزمه حذف النون نعين الأفعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة ونبين علامة إعراب كل منها لن تهزم الأمة إذا تمسكت بدينها الفعل المضارع تهزم وعلامة إعرابه منصوب بالفتحة قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما الفعل المضارع تقل تنهر علامة الإعراب مجزومان بالسكون شرف للموت أن نطعمه أنفسا جبارة تأبى الهوانا الفعل المضارع نطعمه علامة إعرابه منصوب بالفتحة لا تحسب لمع البروق تبسما تتلو البروق صواعق النيراني الفعل المضارع تحسب تتلو علامة إعراب تحسب مجزوم بحذف النون وتتلو مرفوع لا يبلغ المجد إلا من تكون له نفس تتوك إلى ما دونه الشهب الفعل المضارع يبلغ تكون تتوك وهي أفعال مرفوعة بالضمة نعرب ما تحته خط فيما يأتي إعراباً تاماً أولاً لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب تنكري فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والياء ياء المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ثانياً حان الموعد ولما يصل زيد لما حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب يصل فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون ثالثاً الأبطال لم يتركوا القتال حتى حدثه حقق النصر يتركوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل رابعاً لتبقى حذراً لتبقى اللام لام الأمر حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب تبقى فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستر تقديره أنت عزيزي الطالب بعد الانتهاء من شرح الدرس كن بحل المهمة التعليمية الآتية نوظف كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة من إنشائنا بحيث يكون مجزوماً يدنو يتفرقان تطيعين تجلسو تجلسو وبذلك أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا بعون الله داس جزم الفعل المضارع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته